ولأن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة نتابعه مع مصطفى ميزار إليك مصطفى شكرا ريهام الديب شكرا صحر نايل أهلا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة بدأت منافذ وزارة التموين والتجارات الداخلية صرف السلع التموينية عن شهر أكتوبر متضمنة الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية نتابع مئات المنافذ التموينية بدأت في صرف السلع الغذائية والتموينية لشهر أكتوبر بالمنحة الاستثنائية الجديدة للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التموينية والتي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيفا عن المواطنين بالنسبة للزيادة الاستثنائية 100 جنيه للأسرة و20 جنيه للأسرتين والثلاثة البطالة فيها أسرتين والثلاثة و300 جنيه أكثر من ثلاثة أسرة جميع السلع متوفرة نحن دلوقتي في المغزن موجودين وانت شاهد حضرتك المغزن مكدس بالسلع بالإضافة هناك أرصدة متواجدة من السلع السرطيجية في المغزن الرئيسية الزيادة المقررة على بطاقة الدعم من السلع طبق لبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وجه به الرئيس السيسي للأسر الأكثر احتياجا مستمرة لمدة 6 أشهر وقد ضمت السلع التموينية لشهر أكتوبر 30 سلع غذائية واستهلاكية ومنظفات وحلوة بعد أن كانت تضم 29 سلع فقط المنحة دي بالضافة للتومين اللي هو الدعم الأساسي اللي هو التومين الفرد ليه 50 جنيه والأربعة فرد ليه 20 جنيه بالإضافة للفرق العيش فالمية جنيه دي بقت مكملة للدعم بس دي ما بتدخلش بيها ولا زيت ولا سكر لكن الدعم بيبقى ليه زيت والسكر ورز والمقارونة وهكذا يعني 30 سلعة متوفرة في جميع فروع الشركة المصرية 700 فرع جملة وملحة متوفر فيهم كافة 30 سلعة على مستوى الشركة بجودة عالية شركات زو اسم تجاري على مستوى جمهورية مصر العربية ولو حبينا ان كان على جودة السلع دي درجة أولى من كل الأصناف درجة أولى بنزل أسعارها الأسعار اللي موجودة في التومين بتطبق على منتجات التومين فيه حاجات تانية حرة وعلى حسب الرغبة في أن أنا بستكمل الحاجة اللي أنا محتاجة في الشهر على الحاجات الحرة برضو أسعارها معتدلة عن الأماكن التانية الزيادة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية من أصحاب البطاقات التمونية البالغ عددهم 36 مليون مواطن مقيدين على نحو 9 ملايين بطاقة بقيمة 5.5 مليار جنيه وذلك من إجمالي المستفيدين من الدعم السلعي البالغ عددهم 64 مليون مواطن ومقيدين على 23 مليون بطاقة وإلى ذلك تتوصل الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالسعيد إطلاق الإصدار السادس لتقرير التنمية العربية تحت عنوان النمو الاقتصادي العربي في ظل الأزمات جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للمؤتمر للمئة السادس عشر للجمعيات العربية للبحوث الاقتصادية والذي ينعقد بمدينة العالمين الجديدة تحت رعاية رئيس الوزراء يعد تقرير التنمية العربية أحد أهم التقارير التي يصدرها المعهد العربية للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي ويمثل نموذجا للتعاون والعمل العربي المشترك في أسواق المعدنة في سر تفعت أسعار الدهب لأعلى مستوى في أسبوع بسبب المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بدرجة كبيرة ليسجل المعدن الأصفر ألف وستمائة وسبعين دولار للأوقية محليا سجل الدهب عيار ثمانية عشر ما قيمته تسعمائة وثمانية وخمسين جنيه بالنسبة لعيار واحد وعشرين فقد وصلت قيمته إلى ألف ومائة وثمانية عشر جنيه وعيار أربعة وعشرين وصلت قيمته إلى ألف ومائتين وثمانية وسبعين جنيه وأخيرا الجنيه الذاب والذي وصلت قيمته إلى ثمانية ألاف وتسعمائة وأربعة واربعين جنيه في أسواق البترول العالمية ترجعت أسعار النفط لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة باحتمال موافقة مجموعة أوبك بلاس على خفض إنتاج الخام وانخفضت العقود الأجلى لخام برينت لشهر نوفمبر ستة من عشر بالمائة إلى سبعة وثمانين دولار وستة وتسعين سنة للبرميل كما ترجعت العقود الأجلى لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي باثنين وواحد من عشر بالمائة إلى تسعة وسبعين دولار وتسعة وأربعين سنة للبرميل وانخفضت كذلك أسعار المزودة عالمياً بنسبة واحد وثمانية وتسعين من مئة بالمئة لتصل إلى ثلاثة فاصل ثلاثة وعشرين مئة دولارات للتر وترجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة واحد وسبعة وخمسين مئة في المئة لتسجل ستة فاصل سبعة وسبعين من مئة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت منظمة الدول المصدر للبترول أوبك عن عودة الاجتماعات الوزارية لدول تحالف أوبك بلس حضورياً بدلاً من الفيديو كونفرنس اعتباراً من اجتماع يوم الأربعاء القادم وأكدت أوبك أن الاجتماع سوف يعقد بالحضور الشخصي في مقر المنظمة في بيانا مشيرة إلى أن الاجتماع القادم هو أول اجتماع وزاري بالحضور الشخصي منذ مارس من عام 2020 يأتي الاجتماع وسط شائعات عن تخفيضات كبيرة في الانتاج في مواجهة مخاوف من الركود ومع تراجع الطلب على النفط وصلنا معكم إلى نايت هذه الجولة في أخبار المال والإعمال شكراً لكم